اشتركوا في القناة حمدان بن زايد آلنهيان ضمن اطار برنامج التنمية الخليجي وبتمويل من صندوق ابو ظبي للتنمية وقال وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ان مشروع توسعة شارع الشيخ زايد يعد من المشاريع الاستراتيجية الهمة على شبكة الطرق الرئيسية في المملكة ويتضمن مرحلتين الاولى تشتمل على توسعة شارع الشيخ زايد الى ثلاثة مسارات في كل اتجاه بدءا من شارع 16 ديسمبر حتى شارع الشيخ خليفة بن سلمان ومن الدوار الغربي لقرية عالي حتى شارع الشيخ عيسى بن سلمان مع تحويل الدوارات الاربع الموجودة عليه الى تقاطعات تدار باشارات ضوئية كما يشتمل المشروع على اعمال الانارة واعمال التشجير والتجميل واعمال تصريف مياه الامطار وقال الوزير ان هذا المشروع سيساهم في تخفيف الازدحام المروري في كل من مناطق عالي وسلماباد ويسهل وصول الاهالي لتلك المناطق بالاضافة الى ان المشروع سيساهم في سهولة الوصول الى المنطقة التعليمية في مدينة عيسى ومعالجة الاختناقات المرورية امام مدرسة تدريب السياقة واستاذ البحرين الوطني وسيتم البدء بتنفيذ اعمال المشروع فور استكمال الاجراءات وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 24 شهرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة